خلال منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية التي تصدفها الرياض يمنح كل فريق مشارك مفتاحا خاصا على شكل مثلت وعند فوز احد الفرق يتم وضع المثلت الخاص بالفريق الفائس على درع البطولة التي توجى بها كتذكار بالفوز كما يوضع على لوحة الشرف التي سيكرم بها المتوجين بالبطولات المختلفة ويتاح للفرق الفائز بالدرع إمكانية اختيار ثلاثة مفاتيح من بين الفرق التي فاز عليها ليتم تحطيمها عبر آلة ضغط ووضعها تحت لوحة الشرف تخليدا للتحدي الذي وجهه طوال البطولة بينما تحتفظ الفرق الخاسرة بالإطار الخارجي كما يمنح لهم مفتاحا رمزيا كتذكار يعتبر شاهدا على رحلتهم المميزة في منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية أما كأس الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي سيحظى به النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط طوال فترة منافسات الممتدة إلى ثمانية أسابيع من خلال نظام التجميع النقاطي فهو تحفة فنية تمزج بين روح الرياضات الإلكترونية والثقافة السعودية تم صنعه من الفضة الإسترلينية المطلية بالذهب عيار 24 قراط بارتفاع يبلغ 60 سنتيمتر بالإضافة إلى احتوائه على عناصر تعكس تراث وثقافة المملكة كما تضمن عشرة مفاهيم بارزة تم تحسينها من خلال الرسومات اليدوية والتصاميم ثنائية وثلاثية الأبعاد بالإخبارية سليمان الجبر الرياض